طبيب في الأميري واحد من تحل شخصية طبيب في المستشفى الأميري دخل وعاش هناك شهرين سبعين يومين سبع تشر ثمان تشر سنة ترى تحصل كل مكان هارفورد وهي هارفورد كليفلند كلينك وهي كليفلند كلينك تصير أنا ما هوونها عليكم ولاني مع طرف بالطرف لكن ما شهد المجتمع الكويتي في الثلاثة أيام الأخيرة شي يعني ينم عن مرض كبير عندنا في الكويت و بس بنحكي عالج كشف وطالع واحد يقول والله تطعني ابرة ترى كله تشذ بالريال كان يتجول داخل حياخذ عقابة مية في المية شنو أكثر منه تطلع وزارة الصحة ببيان يقول لك مهلهل وركيك شا سوي لك يعني أفصل لك بيان على قدك أسوي لك مكسر اليوم الدكتورة أفراح الصرف تقول لم يعاين حاله ولم يكتب رشدة ولم يفحص أحد تجذب من الصج اللي في تويتر الحيالة اللي دورون بس عزيب يلطمون فيه الغريب مجتمع تويتر أنا حجيت عني أكثر من مرة الدهماء وعامة الناس اللي تتلقى الخبر وتتلقفه بدون وعي أنا أعذرهم لكن راكان نصف أنت عضو مجسمة وأنت جاي من خلفية يعني خلفية جيدة ثقافية جيدة تتحدث لأن عندك مشكلة مع الوزير في استجواب سياسي ركبت الموجة ما يجوز يا راكان يعني مو أنت خلنشوف واحد ثاني خلوا واحد ثاني يركب الموجة مو أنت حادث بسيط يحصل في كل مكان هذا حين عندنا من 14 واحد انتحل شخصية الضابط غير في غرارات الدولة انزين السؤال الآن اللي يقول أنا تضررت من وجود هذا الطبيب المزيف داخل أروغة مستشفى الأميري افحصك روح اشتك عليه كاهو طايح العين الهذرة والحكي اللي ما لمعنى ش حقه والتشذب والتخرف ليش كافي يعني أنا أقول لكم بمحصرها في المجتمع أقول لي ممكن عادي ناس حت شاية وتعب يتسولف لكن راكان وسياسيين وإعلام وراكمين عليه شا السالفة يعني أنا أتخيل أنه لو وزير الصحة خالد الهلال حتفرق العملية فراكان يعني أنت عندك استجواب أنا احترمك وغدرك و أنت تعرف هذا الشي لكن ركوب الموجه على حادثة فردية يعني أتمنى تعون ترى ما على جحد وكلام فاضي واخرطي وصدق العالم يعني لا تقول أنا ما أصدق الحكومة ما تصدق الحكومة كيفك أنت شورك حضر الله لا تعوي الرأسني تقعد طال عيره بس تشذب وتخرف و أنا أتمنى هذه يعني دعوة لزملائي الإعلاميين لا تيبون كل واحد طقني إبرة تشذب كله تشذب و أنا أتكلم على الأقل لأن أنا عندي أخ وأخت أشقائي أطب في الأميري فعلى الأقل عندي باكراوند يعني مو قاعد أسولف أنه والله بس دكتور أفراح صراف قالت لا فخلنني هذا الموضوع راكان تحديدا يعني أتمنى مو تشذي الانتقام السياسي أو الانتقام من خصومنا